بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل مشاهدة الفيديو أرجو منك أن تقوم بالضغط على زر الاشتراك في الأسفل وأن تقوم بتفعيل الجرس لتصيلك الفيديوهات الجديدة في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح كيف تجعل هاتفك القديم كاميرا مراقبة أو ويب كام مع التطبيق الراهيب IP ويب كام في البداية نقوم بالذهاب إلى جوجل استور ومن ثم نقوم بالبحث عن برنامج IP ويب كام ونقوم بالضغط على انستور ونقوم بفتح البرنامج بعد اكتمال التحميل تظهر لنا واجهة البرنامج الرئيسية ولكن قبل البدء فإن البرنامج يوفر لك عدة خيارات لوصيلة اتصال الكاميرا الطريقة الأولى أو الخيار الأول عن طريق جهاز الويرليس أو الواي فاي حيث يكون جهاز الكمبيوتر والهاتف متصلان بنفس جهاز الويرليس والواي فاي والطريقة الأخرى عن طريق حفظ الفيديوهات المسجلة على سحابة رقمية كلاود ستريمينج في هذا الشرح سنشرح الطريقة الأولى وهي عن طريق جهاز الويرليس ونقوم بالاتصال بالوايرليس عن طريق الهاتف وعن طريق الحاسوب بعدها نقوم بالذهاب إلى خيار ستارت سيرفر وبعدها سيظهر لنا تفعيل صلاحيات الكاميرا والمايك وأيضا الملفات ونضغط على سماح بعدها نذهب إلى المتصفح ونقوم بالذهاب إلى الرابط المكتوب أسفل شاشة الكاميرا في الهاتف تظهر لنا شاشة التحكم بالكاميرا ولمشاهدة بثحي مباشر من الكاميرا يمكننا اختيار أحد الخيارات الموجودة مثال على ذلك من خلال البراوزر ويمكنك أيضا تفعيل خاصية الصوت من خلال أوديو بلاير بالضغط على أحد الخيارات المتاحة وأيضا يمكنك التحكم بالزوم أو جودة الفيديو والتبديل بين الكاميرا الأمامية والخليفية للهاتف من خلال الخيارات المتاحة وأيضا يمكنك التخاط صورة من الفيديو بالضغط على Take Photo ويمكنك حفظها من خلال الضغط على Save Photo to Storage ويمكنك إيجادها بالضغط على خيار Video Archive وأيضا يمكنك تحميل الدرايفر الخاص بالبرنامج على الكمبيوتر وتحويل الهاتف إلى Webcam من خلال الضغط على Video Chat Driver والضغط على الخيار الأول بعدها تقوم بالضغط على Download Now للتحميل وتقوم باتباع الشرح الموجود في الصفحة لتفعيل خاصية الWebcam هيك بنكون كملنا شرحنا لليوم أتمنى أن تدعمونا بالضغط على زر Like و Share و Comment والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس نراكم إن شاء الله في الدروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر